اشتركوا في القناة لأن قلم الرصاص لم يكن سعيدا لأنه تعب من كثرة الكتابة وأراد أن يستريح سأبحث عن مكان أختبئ فيه أريد أن أستريح قليلا اغتنم قلم الرصاص غياب صديقي خالد فدخل مقلمة كانت فوق المكتب وقال أنا الآن في أمان لا أحد سيعرف مكاني عاد خالد إلى مكتبه فبحث عن صديقه قلم الرصاص فلم يجده انتبه إلى المقلمة التي بقيت مفتوحة فرأى بداخلها قلم الرصاص أهلا بك يا صديقي كان لي قلم يشبهك لا أعرف أين ضاع مني ولكن الحمد لله أنت ستقوم مقامه وتساعدني على رسم طائرتي غضب القلم غضبا شديدا وغادر المقلمة ويردد يا له من حظ لقد ظن خالد بأنني أشبه قلم الذي ضاع منه ولم يعلم أنني أنا هو ذلك القلم أمسك خالد القلم وأخذ يرسم ويرسم حتى نفدت جميع الأوراق فخرج ليأتي بأوراق أخرى قال قلم الرصاص هذه فرصة أخرى لأبحث عن مكان آخر أستريح فيه وحين أهم بالدخول وسط أحد الكتب صاحت به إحدى الورقات إلى أنت؟ أين أنت داهب يا صديقي؟ ابقى معنا سنساعد صديقنا ليرسم طائرته لقد تعبت لقد تعبت يجب أن لا نترك عملنا سنرتاح حين ينتهي العمل خاجل القلم ومال برأسي إلى صدره وقال صدقت أيتها الورقة نحن هنا للعمل حين ذاك ذخل خالد وفي يده حزمة من الورق حمل قلمه وواصل الرسم وهو يردد يا لك يا لك من قلم وفي كنت أعرف بأنك لن تتخلى عني إذن أطفال الأعزاء غدا إن شاء الله سوف نقرأ حكاية قلم وسوف نجيب على إثمار حكاية بإذن الله تعالى إذن أقول لكم إلى الغد إن شاء الله سوف نقوم بالإجابة على الأسئلة لكي نحدد خريطة الحكاية حكاية قلم إذن غدا إن شاء الله سوف نقوم بالإجابة على الأسئلة أشكر الجميع أشكركم أصدقائي أشكر الأمهات وأتمنى لكم نهاية أسبوع موافقة وأتمنى للأطفال إن شاء الله الصحة والعافية وشكرا لكم على تتبع قناتي واشتراككم في قناتي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر